أعلم بحضراتكم من جديد وفقر الترند الترند واللي فيها بالتأكيد أبرز الأخبار والكواليس والتفاصيل بالنسبة للساعات الأخيرة طيب أهم خبر عندي بالتأكيد كان بالأمس وخبر تم إعلانه من قبل النادي الأهلي بعد انتشار أخبار عاقب نهاية المباراة إنها يكون فيه اجتماع طارق بالنسبة لمجلس الإدارة خلال الساعات القادمة لو بناشد بعض الأمور الخاصة بالجهاز الفني أو أمور إدارية تخص فريق النادي الأهلي يمكن إن بالأمس مجلس الإدارة أعلن إنه لم يدعو لأي اجتماعات طارقة خلال الساعات القادمة ومجلس الإدارة أكد إنه ما فيش أي اجتماع طارق لمناشد أي أمور فنية أو إدارية تخص الفريق الأول داخل النادي الأهلي وكل ما تردد في هذا الشأن عاري تماما من الصحة من هذا الخبر بالتأكيد ده واضح جدا إنه لازم بشكل كبير جدا وإنت بتتعامل مع ملف الكورة في الساعات القادمة أكيد ما يحتاج هدوء ودائما إحنا متعودين في مدرسة النادي الأهلي تحديدا ما بيكونش فيه اجتماعات عجلة أو طريقة تخص نتيجة الفريق أو تخص الفريق عقب أي نتيجة في مرحلة لازم تبقى فيها هادي وبالتأكيد النادي الأهلي معودنا على جهد عشان كده مبارح الخبر لما تم إعلانه إنه فيه اجتماع طارق ومناشد بعض المور الفنية كانت الناس مستنية تشوف الموقف هل ده صح ولا مصح لكن النادي الأهلي كان واضح جدا عشان ما يحصلش بلبلة بالنسبة للجمهور خاصة أننا عندنا مباراة مهمة جدا خلال أسبوعين يعني عندك مباراة يوم 12 ستة مع المصر بالسلوم في كأس مصر دور الـ 32 مسابقة جديدة عندك مباراة 16 ستة مع أستر نقومباني مباراة مؤجلة في الدوري هتلعبها المفروض بدون الدوليين كما أعلن لأنها مباراة جاية في الأجندة الدولية وتأجلت لأن الأهلي كان عايز يسافر مبكرة للمغرب عشان يحضر لنهاية دورة أبطال إفريقي عندك مباراة الزمالك يوم 19 ستة بعدها بأسبوع عندك ماتش بيرامتز في مسابقة كأس مصر الأديمة يوم 26 ستة فبالتالي أنت شهر ستة في بطولتين ثلاثة في بطولة خاصة مباراة القيمة مع الزمالك فبالتأكيد بيبقى فيه فترة كده محتاج فيها هدوء عشان تبص للمستقبل بشكل يكون واضح جدا وإن شاء الله دايما لنادي الألم عودنا أنه بيفكر في ملفات دي بشكل هادئ خاصة لما الأمر بيتعلق بنواحي فنية أو مستقبل فريق الكورة خلال السنوات الجاية وخاصة أن الفريق ده هو اللي فاز باثنين دورة أبطال إفريقيا تن سوبر اتنين كاس عالم أندية فقد أكتر من نص قوامه الأساسي في كاس العالم الأندية بفعل فاعل نتيجة التخبط المبيني الفيفا والكاف واللي الأهلي بيتعرض له لسه حتى في نهاية دورة أبطال إفريقيا يا جماعة الحاجات دي برضو ترجمة نانسي قنقر